أبو عبد الله بارك الله فيه من الشارق يسأل يقول ما حكم قول إلهي والقدرة أخي الفاضل بارك الله فيك يعني مثل هذه الكلمة حقيقة فيها محذور شرعي خطير فإذا ما جئنا إلى هذه الكلمة ونظرنا إليها من باعتبار الدعاء لأن الإنسان لما يقول إلهي يعني يا إلهي والقدرة يعني يا القدرة أو يقسم بالقدرة مثلا أو يقول يا القدرة ومعروف بأن نداء الصفة كفر بالله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يقول يا قدرة الله أو يا رحمة الله أو يا عزة الله هذا كفر بإجماع المسلمين ولذلك نداء الصفة محرم أما إذا كان يقول أعوذ بقدرة الله أو بعزة الله وقدرته فهذا مشروع الاستعاذة بالقدرة الاستعاذة بالعزة لا في بأس لأن النبي سلم قال من جملة ما كان يستعيد به اللهم يستعيد قال يعوذ بعزة الله وقدرته من شري ما أجد أو حاذر أما الندى فلا ولذلك أنا ما أدري الكلام هذا لأن جاءت لفظة إلهي وفي الغالب إلهي يعني يا إلهي وبعدها والقدرة يعني يا القدرة فهذا أمر خطير هذا أمر خطير ولذلك ما في داعي للإنسان أن يقحم نفسه في مسارب ضيقة ويدخل نفسه في متاهات ويورط نفسه في مثل هذه الكلمات ما في داعي يا جماعة الخير ولذلك الإنسان يقول يا الله يا رب أو ربي إلهي ما في داعي يقول والقدرة أو يقول والعزة أو شيء هذا كله مما لا يجوز يعني قضية الندى أنا أقصد الندى أما الاستعاذ بصفات الله عز وجل ما في بأس وعزة الله وقدرة الله وقوة الله هذا سواء القسم أو الاستعاذ إذا أردت أن تقسم تقول وعزة الله وحياة الله جائز أو الاستعاذ أعوذ بعزة الله وقدرة الله جائز أما الندى فلا فالذي يظهر من السياق الذي فهمت يا أخي أبو عبد الله ما أدري الذي فهمت أن هذا ندى والله أعلم إلهي والقدرة هذا ندى ولذلك يجتنبه الإنسان ترجمة نانسي قنقر